خليني أبدأ مع حضراتكم النهاردة بالفوز بالفوز اللي حققوا النادي الأهلي في كرة السلة على فريق نادي اسموحة في ذهاب نهائي دوري المرتبط وللمرة المليون أنا قلت الكلام ده مبارح ولا مش فاكر أول مبارح وتكلمت على وده سؤال تاني النهاردة أنا بوجهه للمسؤولين في اتحاد المصري لكرة السلة اللي هم أصدقاء عزاز جدا على الواحد وبيني وبينهم علاقات جيدة جدا كلهم معظمهم يعني عجبكو منظر الملعب لا هات الملعب يا سامير عجبكو منظر الملعب عجبكو منظر الملعب بدون جماهير يعني لو في لقطة للجماهير أو من الناس اللي قاعدة أو المدرجات اللي فاضية حاولوا تجيبوها لي هل حضراتكم عجبكو منظر المدرجات وهي فاضية أدكتور مجدي لماذا لم يتواجد عدد كبير من الجمهور سواء للنادي الأهلي أو للنادي سموحها بالمناسبة نادي سموحها له جماهيرية في اسكندرية والناس كانت حتيجي وراء من اسكندرية ده اللي أنا عرفته واللي أنا عارفه لأنه أنا اسكندراني فأنا عارف اللي بيحصل هناك إيه فهل الموضوع كده عاجب الناس هل الموضوع كده الناس شايفة أن ما فيش المدرجات فاضية وبتهش وبتنش ده عاجب الناس حتى في كرة السلة يعني حتى في كرة السلة المنظر اللي احنا شايفينه ده حاول تجيب لي يا سميلي سمحت المدرجات فيعني حتى المنظر في ده حاجة صعبة جدا جدا تخيل حضرتك ده نهائي بطولة من البطولات الكبيرة في النادي الأهلي أو بس كده حضرتك هنجيبها لحضرتك دلوقتي الصورة بتاعت المدرجات وهي فاضية وهي خاوية يعني فاضية خالص اقود فضل حضرتك هل المنظر اللي حضرتكو شايفينه ده عاجب الناس في كرة القدم الخمس ستة لاف واحد اللي بيجو بيعملوا صوت وبيعملوا شاك تخيل حضرتك لو لكل فرقة الفين تلات في المدرج الفاضي اللي قدامنا ده ده أنا مش عارف أجيب الناحية التانية لو جبتولي الناحية التانية هيبقى يا ريت برضو احنا الحمد لله والشكر اللي أكسبنا ولكن كان نفسنا مفرح جمهور النادي الاهلي وهو قاعد معانا كان نفسنا نقول لنادي سموحها والجماهيرهم ان العلاقات ما بين النادي الاهلي وما بين النادي سموحها علاقات جيدة جدا من خلال التواجد فاللي بقوله لحضرتكم يا جماعة يعني وهنا أنا بوجه سؤالي للاتحاد المصري لكرة السلة هل المنظر اللي حضرتكو شفتوه ده عاجب نهارده النادي الاهلي بيفوز 83-53 في المباراة اللي أقيمت على صالة دكتور حسن مصطفى هنا بمدينة 6 أكتوبر ورانا الأسباني أجوستي بوش مدير فني للفريق الحقيقة اللي بيستطيع أن يقود الفريق من مباراة أخرى ومن بطولة أخرى زي ما حضرتكم شايفين أيضا قبل هذه المباراة فريق المرتبط للنادي الاهلي بيفوز بنتيجة 78 74 على نادي سموحها النادي الاهلي يحتاج فقط للفوز بإحدى المبارتين القادمتين سواء المرتبط أو الرجال في الإياب والمقرر لها إن شاء الله يوم الجمعة لحسم اللقب طبعا مهم جدا إن احنا نقول إن البطولة لم تحسم هتقول لي إسلام الموضوع لا البطولة لم تحسم البطولة في الملعب بطولة السلة دور المرتبط في الملعب يوم الجمعة إن شاء الله نحتفل بيها على الهواء مع حضراتكم إن شاء الله هتكون معنا ونحتفل بيها على الهواء مع حضراتكم وده اللي احنا نتمنى يا رب إن شاء الله ويستطيع نادل قال يلفز في هذه البطولة عشان كده أنا بقول لحضراتكم مهم جدا 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 نبقى واخدين بالنا وطبعا مرة تانية كل كلامي اللي بوجهه فيما يخص عدم وجود الجماهير هو كلام موجه للاتحاد المصري لكرة السلة والاتحاد المصري لكرة السلة من الاتحادات القوية في مصر وله باع كبير فيعنى اللي احنا شفناه أنا كان نفسي النهاردة جماهير نادي يسموحها قبل جماهير نادي الآلي تبقى متواجدة لانه الجماهير بتعمل زي ما حضراتكم عارفين الجماهير هي افضل حاجة في الدنيا افضل حاجة في الدنيا هي جماهير كرة القدم او كرة السلة الجماهير في الرياضة عموما بتدي طعم وحياة المباراة لحضراتكم شايفينها دي تخيلوا لو بجمهور والله كنت حتلاقي مباراة احلى من دي سواء من الاهلي او من سموحة كمان فارجو ارجو من حضراتكم ان وبرضو ندائي للتحاد كرة السلة جماعة من فضلكم عايزين نشوف الجماهير مرة اخرى بتعود في مثل هذه المباريات المهمة جدا ونهائي كأس دوري او نهائي المرتبط ان شاء الله يبقى يوم الجمعة اتمنى ان يكون هناك قرار بتواجد جماهير انا معرفش هم اخدوا قرار في المباراة التانية كمان ولا لا ولكن يجب ان يكون هناك صرفة في هذا الامر خلال الفترة القادمة سواء في السلة سواء يعني القدم الدنيا ماشية الحمد لله بشكل او باخر في القدم انا اعسف في السلة في الطائرة في الهندبول ان شاء الله تعيد تزيد اعداد الجماهير خلونا بقى الف مبروك طبعا لرجال السلة وان شاء الله الف مبروك على فوزهم النهاردة سواء الرجال او المرتبط وان شاء الله نشوفهم يوم الجمعة وانو هنقهم بالفوز بهذه البطولة ان شاء الله بعد الفوز في اي من المبارتين سواء المرتبط او الرجال اتمنى ان نستطيع ان نفوز في هاتين المبارتين ما نفوز في واحدة ونخسر لقدر الله في واحدة عايزين نكسب المبارتين ان شاء الله